موسيقى موسيقى بطاقة زاكرة رواية بقلم الأديب محمد نور دخلت رانيا مسرعة إلى مكتب هاني فور خروب ميسى من عنده وهي تسأله قائلا ماذا هنالك يا هاني لقد كان صوتك عاليا وأنت تتحدث مع مدام ميسى هاني لا شيء مجرد بعض المشاكل العائلية لا أكثر رانيا كان الله في عونكم في هذه الظروف التي تمرون به غمغم ببعض همهمات غير مفهومة وهم أن يسألها عن أحوال العمل لكن رانين هاتفه نبأه بأن هناك رسالة قد وصلته للتو أخذ الهاتف وقرأ الرسالة التي لم تكن تحتوي إلا بعض كلمات وهي سترى كيف سيكون انتقامي منك جزاء لخيانتك في أقرب مما تتصور حدق في الرسالة طويلا دون أن ينطق ببنت شفه حتى سألته رانيا ماذا هناك أجابها بغضب لا شيء هذه رسالة من أحد أصدقائه خامرها شعور بأنه يكذب عليها لكنها لم تشأ أن تشعره بذلك وبدأت على الفور في عرض ما لديها من أخبار العمل لكنه لم يكن معها بالكلية بعد أن سيطر عليه الغضب من تلك الرسالة التي جاءته على حين غرة لقد تأكد أن الجنون بلغ بميس مبلغا لا يمكن السكوت عليه ولهذا قرر أن يضع حدا لذلك الجنون فهو يعلم أن المرأة حين تجرح تكون أشبه بالنمرة المفترسة وقد ترتكب من الحماقات ما يكون ثمنه فادحا ومن أجل ذلك خمّن على الفور أن يبدأ في تنفيذ أخطته الانتقامية منها دون إبطاء طلب من رانيا أن تتركه قليلا فلم تعلق هي بكلمة وخرجت على الفور اتقاء لغضبه أمسك بهاتفه وتحدث مع شخص بصوت منخفض عادت ميسا إلى منزل والدتها التي أعطتها مظروفا جاء إليها قبل لحظات قليلة من وصولها إلى المنزل سألتها قائلا من الذي أحضر هذا المظروف والدتها لا أعلم يا بنيتي فقد دق غرس الباب وحينما ذهبت لأفتحه لم أجد سوى هذا الظرف الذي وقع فور فتح الباب أخذته منها وهي تتحسسه بأطراف أصابعها فوجدته ممتلئ بعض الشيء لكنها لم تستطع أن تحدد ما بداخله انتظرت والدتها أن تفتحه لكنها لم تفعل فقالت لها ألا تفتحي خشيت أن تفتحها أمامها فهي لا تعلم ما يخفيه ذلك الظرف وان كانت على يقين أن ما بداخله لن يكون خيرا أبدا ثم قالت لوالدتها سأفتحه فيما بعد سأقوم الآن لتبديل ملابسي وبعد ذلك سأرى ما به والدتها أنا أعلم لماذا لا تريدي أن تفتحيه أمامي ميسى بقلق واضح تعلمي ما به والدتها نعم صدقيني إنني أعلم ما به ميسى باستنكار هل فتحتيه يا أمي والدتها بالطبع لا لم أفتحه ميسى إذن كيف عرفت ما به والدتها لأن أخيك طارق هو من أرسله ميسى وكيف عرفت بأن طارق من فعل ذلك والدتها من غيره ومن غيره سيفعل مثل ذلك من غيره سيرسل مظروفا مبهم بلا عنوان أو اسم حتى الراسل من غيره يفعل ذلك من سواه ولذلك كتب عليه خاص لمدام ميسى الغبي يعتقد أنني لن أعرف بذلك أنه من أرسل هذا المظروف تنفست ميسى السعاداء بعد ذلك الذي سمعته فقد كانت تخشى أن يكون في المظروف أي شيء قد يفضحها لو شاهد ما به غيرها ثم سألتها لماذا ظننت أنني لا أريد أن أفتحه أمامك والدتها بالطبع حتى لا أعرف أنه الذي أرسله وحتى لا أعلم ما الذي يريده منك ميسى وهي تربط على كتفها أما آن يا أمي أن تصفحي عنه ألا يكفي ما حل به والدتها ودمعها تنهمر يعلم الله كم أشتاق إليه وأنني سامحت منذ أن فعل ما فعل ميسى إذن لماذا تعملينه بكل هذه القصوة يا أمي والدتها حتى لا يعود إلى مكان عليه أبنتي وحتى يشعر بفضاعة ما فعله إضافة أننا يجب أن نهيئ الظروف لظهوره وهذا ما لا يمكن وسط تلك الأحداث التي تمر بها عائلة المرحوم زوجك تنهدت ميسى دون أن تعقب بكلمة وقامت وهي تأخذ الظرف معها ودخلت غرفتها وما إن أغلقت الباب عليها حتى فتحت المظروف بسرعة حتى أنه قد تقطع بين يدها وهي تشاهده وهي تشاهد محتوى عليه المظروف كادت عينيها أن تخرج من محجريهما وهي ترى ما ترى ولم تصدق هذا الذي بين يديها ظلت أو تمنت أن يكون ما تراه حلما حتى ولو كانت نائمة فما رأته لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون حلما فأقل ما يمكن أن يقال أن ما تراه بعينيها الآن هو كبوس كبوس بشع مريع وإن دل على شيء فإنما يدل على أن النهاية باتت قريبة قريبة جدا جدا بهذه الأحداث تنتهي حلقة اليوم من حلقات بطاقة ذاكرة واللي عرضنا فيه على حضرتكم الحلقة رقم 31 من حلقات بطاقة ذاكرة الأمور تتشعب وتزداد اشتعالا وتزداد الأمور تعقيدا وبوادر الانتقام تلوح هنا وهناك وما زالت تحمل الرواية الكثير والكثير من الأحداث المثيرة والمهمة جدا نرجو من حضرتكم أن تواصلوا متابعة حلقات رواية بطاقة ذاكرة وانتظرونا في الحلقة القادمة لنستكمل معا سرد باقي حلقات رواية بطاقة ذاكرة إلى أن ألقاكم مرة أخرى لكم مني أطيب المنى وأرق التحيات مع أطيب أمنياتي وأرق تحياتي دمتم بخير وطيب الله أوقاتكم بكل خير دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته